بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبدأ وبالله التوفيق بالحديث عن أشكال الشركات التجارية وأشكال الشركات التجارية تنقسم إلى شركات أشخاص وشركات أموال شركات الأشخاص وتتمثل في سلاسة شركات وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة ومعنى شركات الأشخاص أي الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي فشخصية الشريك فيها محل اعتبار فإذا حدث أن توفى أحد الشركاء أو حجر عليه أو شهر إفلاس أو عصار أو انسحب من الشركة أدى ذلك إلى انقضاء الشركة أما شركات الأموال فهي التي تقوم على الاعتبار المالي فالغرض منها هو تجميع أكبر قدر من رؤوس الأموال وليس لشخصية الشريك أي اعتبار في مثل هذه الشركات وشركات الأموال هي شركة المساهمة وشركة التوصية للأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة ودعونا نعرف أو نلقي لمحة بسيطة عن كل نوع من أنواع هذه الشركات فنبدأ بشركة التضامن فشركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شرقاء مسؤول كل واحد منهم مسؤولية تضامنية وشخصية فالشريك مسؤول عن ديون الشركة بالتضامن في جميع أمواله ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر أما شركة التوصية البسيطة فهي الشركة التي تتكون من فريقين من الشرقاء شريك أو أكثر متضامن ينطبق عليه ذات النظام القانوني المطبق على الشرقاء المتضامنين في شركة التضامن وشريك أو أكثر موصي وهؤلاء تنحصر مسؤوليتهم عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يكتسبون صفة التاجر ولا يشاركون في إدارة الشركة أما النوع الثالث من أنواع شركات الأشخاص أو الشكل الثالث من أشكال شركات الأشخاص فهو شركة المحاصة وشركة المحاصة هي الشركة التي تقوم بين شخصين أو أكثر يمثلهم ويتاجر بأموالهم عادة أحدهم وهي شركة مستترة لا تكتسب الشخصية المعنوية فوجودها مختصر على الشرقاء فيما بينهم أما بالنسبة لشركات الأموال فالمقصود بشركات الأموال هي الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي فالعبرة ليست بشخص الشريك وإنما بما يقدمه من مال وتشمل شركات الأموال شركة المساهمة وشركة التوصية للأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة ودعونا نتحدث بلمحة بسيطة عن تعريف كل شركة من هذه الشركات فشركة المساهمة هي الشركة التي يتجزأ رأس مالها إلى أسهم متساوية القينة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك المساهم عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة السهم الذي يمتلكه في رأس مال الشركة كما لا يكتسب الشريك المساهم صفة التاجر أما شركة التوصية بالأسهم هي الشركة التي تتكون من فريقين من الشركاء الشركاء المتضامنين ومسؤوليتهم مسؤولية تضامنية وشخصية عن ديون الشركة والتزاماتها ليس في حدود حصة رأس المال المقدمة منهم فقط وإنما في أموالهم الخاصة والشركاء المساهمين الموصين وهؤلاء لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود حصصهم التي تكون على شكل أسهم قابلة للتداول أما النوع الثالث من أنواع شركات الأموال فهي الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات المسؤولية المحدودة هي التي تتكون من عدد محدود من الشركاء لا يزيد عددهم عن خمسين شريكا يسأل كل شريك فيها مسؤولية محدودة بقدر حصته في رأس مال الشركة وهي حصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية إنما تخضع لقيود معينة ولا يتم جمع رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام ومن الملاحظ أن شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة تقومان على الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي لذلك يذهب بعض فقهاء القانون التجاري إلى أنها شركات ذات طبيعة مختلطة حيث أنها تجمع بين خصائي الشركات الأموال وشركات الأشخاص ويظهر ذلك جاليا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لذا فهي تعتبر من الشركات المختلطة أما إذا سألني سائل وقال أن الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية لم تذكرها في تعدادك لشركات الأشخاص أو شركات الأموال فأجيب هذا السائل الكريم بأن الشركات ذات الرأس المال المتغير والشركات التعاونية لا تعد شكلا قائما بذاته حتى نعدها نوعا من أنواع الشركات التجارية وإنما هي شكل مركب من الشركات التجارية فالشركة ذات الرأس المال المتغير هي التي ينص عقدها أو نظامها على أن رأسنا لها قابل للزيادة بمدفوعات جديدة من الشركاء أو بانضمام شركاء جدد أو حتى قابل للتخفيض باسترداد الشركاء حصصهم في رأس المال وبين النظام أنه يجوز لشركة التضامن أو التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم أو المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة النص في عقدها على قابلية رأس مالها للتغيير إذن يمكن أن تكون أي شركة من هذه الشركات الستة شركة ذات رأس مال المتغير فيمكن أن يكون هناك شركة تضامن ذات رأس مال المتغير أو شركة توصية بسيطة ذات رأس مال المتغير أو محاصة ذات رأس مال المتغير أو شركة مساهمة ذات رأس مال المتغير إلى آخر ذلك كذلك الشركات التعاونية هي التي تهدف إلى تحقيق صالح جميع الشركاء وذلك عن طريق تحقيق أغراض معينة تتمثل في الخدمات بموزة ولد الشركة أعمال المنتجين أو الوسطاء أو تحسين صنف المنتجات أو مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للشركاء أو التي يقدمها الآخرين للمستهلكين ومن الملاحظ أن الشركة التعاونية يمكن أن تتخذ شكل شركة المساهمة أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة ويكون رأس مالها دائما قابلا للتغيير لذلك يسري عليها نظام الشكل الذي تتخذه نظام شركة المساهمة أو نظام شركة ذات المسؤولية المحدودة لذلك هي لا تعد شكلا قائما بذاته وإنما تعتبر شكل مركب من شركة المساهمة التعاونية أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة التعاونية لهذا القدر نكتفي في هذا الصدد ترجمة نانسي قنقر